تصعد الصين سريعاً أو تصعد إلى المسرح الدولي فينقلب النظام العالمي رأساً على عقب لنجد تحالفات ثنائية ومتعددة الأطراف تحضر فيها دول بعينها هنا وهناك فيختلط المشهد على المتابع وتزداد ضبابية الرؤية وهذا ينطبق على علاقة الهند مع كل من واشنطن وموسكو وبكين الهند التي يستعد وزير خارجيتها للقاء نظيريه الروسي والصيني في اجتماع لا يتكرر كثيراً فما الذي يحصل الوسائل الإعلامية للخارجية الصينية قالت أن رأس الدبلوماسية في البلاد سيلتقي نظيريه الروسي والهندي خلال ساعات لبحث أسس محاربة فيروس كورونا وقضايا أقليمية ودولية ملحة لا تفاصيل غير هذا سوى الإشارة لرغبة بكين بتعميق العلاقات وإرسال إشارات إيجابية للعالم وللأمريكيين بطبيعة الحال الأمريكيون الذين يراقبون ما يجري بعين يملأها الارتياب المشهد برمته معقد فالتنافس على أشده بين الولايات المتحدة والصين والتقارب مستمر بين موسكو وبكين والهن تراقب وتقلق وتتقرب رويداً رويداً من الغرب وعلى رأسهم واشنطن التي أحيت مع تولي بايدن مسؤولياته كرئيس تحالفاً رباعياً لمواجهة بكين حمل اسم كواد بين الهند والصين علاقات صعبة عمرها عقود سببها توتر حدود وخلاف منطقة الهملايا خلاف جربت ترامب التوسط فيه عام 2020 ولم تتحمس بكين ونيودلهي لهذه الوساطة ففهم بايدن الرسالة وأولى وجهه عن هذا الصراع بذات لتجد روسيا مكاناً لها وأن بشكل غير مباشر كيف لا وهي التي توسطت في العام الماضي لتهديئة ما نشب من خلاف في هذا المجال بالنسبة لكل من روسيا والصين فالمنافسة مع الأمريكيين واضحة لا لبس فيها حتى أن الأطراف أقرت بها وتخض حوارات لفك التعقيدات لكن الحسابات تختلف بالنسبة للهند التي تسعى لإمساك العصى من المنتصف في العلاقة مع كل من الولايات المتحدة وروسيا تتقلب من واشنطن وتجري مع ربعية كواد منورات عسكرية في خليج البنغال وتسير أيضاً على خطى الغرب وتحضر عمالقة التكنولوجيا الصينيين وتتيح المجال لأقرانهم الأمريكيين للعمل على أراضيها لكن حتى هذه اللحظة لا حديث عن فتح قواعد عسكرية هندية أمام الأمريكيين أو السمح لهم بالتزود بالوقود أو إصلاح سفونهم بانتظام في الموانئ الهندية بينما تصر يدلهي على استلام منظومة S-400 من موسكو وتبدي رغبتها باقتناء مقاتلات سخوية المتطورة فيزداد بذلك ارتياب الأمريكيين وكذا قلقهم في الوقت نفسه في الهند مزاج عام يبدو راسخاً إلى حين يرفض إلى حد ما السماح لهيمنة قوة واحدة في آسيا لآتها تشمل روسيا والصين وحتى الولايات المتحدة لذلك ورغم علاقاتها المعقدة مع الصين إلا أنها لم تصل لمرحلة الانقطاع فهناك إجماع في الهند على أنه ليس من مصلحتها الانضمام إلى أي جانب في المواجهة بين واشنطن وبكين ومعهما موسكو فتدخل في تحالف هنا وتعقد اجتماعاً هناك وكأنها ترى نفسها ضمن هذه المنافسة بيضة القبان لنتعرف في البداية إلى التعاون العسكري الذي يجمع روسيا والصين خلال السنوات الأخيرة أخذت العلاقات بين روسيا والصين في التقارب بهدف مواجهة سياسة الولايات المتحدة وبرز ذلك في تعميق التعاون الدفاعي بين البلدين ففي مارس عام 2013 وقعت روسيا والصين خلال زيارة الرئيس الصيني إلى روسيا على اتفاقية لتوريد 24 مقاتلة روسية من طراز سو 35 متعددة الأغراض إلى الصين وفي نوفمبر عام 2014 أصبحت الصين أول مشتر لمنظومة S-400 الروسية حيث وقعت اتفاقاً بنحو ثلاثة مليارات دولار للحصول عليها وفي سبتمبر عام 2018 أجرت روسيا أكبر تدريبات عسكرية في تاريخها منذ الحرب الباردة بمشاركة 300 ألف من عديد قواتها المسلحة وبمشاركة عسكريين صينيين في سيبيريا الشرقية وخلال لقاء نائب الرئيس المجلس العسكري المركزي الصيني بوزير الدفاع الروسي في موسكو عام 2019 وقعت طرفان اتفاقيات حول التعاون العسكري والتقني وفي أكتوبر من العام الحالي أعلنت وزارة الدفاع الروسية عن تسيير دورية بحرية مشتركة مع الصين في الجزء الغربي من المحيط الهادئ وفي نوفمبر اتفق وزير الدفاع الروسي ونظيره الصيني على خارطة طريق للتعاون الثنائي في المجال العسكري بين موسكو وبكين خلال الفترة من عام 2021 إلى عام 2025 ترهن روسيا على علاقة ثلاثية تجمعها بالهند والصين للانتقال إلى عالم متعدد الأقطاب عالم أو عالم تنكسر فيه الهيمنة الأمريكية على الساحة الدولية وفق تعبير الكريملين وهذا رهان تسير فيه موسكو بالرغم من كثرة العقبات والمطبات هذه العلاقة أو التحالف الثلاثي تحدثت عنه روسيا لأول مرة عام 1998 على لسان رئيس الوزراء الروسي آنذاك يفغيني بريمتكوف وسعت موسكو إلى الترويج لهذه الفكرة منذ ذلك الحين بين الأطراف الثلاثة مصالح معقدة كذلك خلافات لسيما بين الجانبين الصيني والهندي وطبعا هذه الخلافات حدودية تعود لستينيات القرن الماضي ترتفع وطيرتها وتخبو لكن اللافت أن روسيا توسطت سرا عام 2020 لنزع فتيل هذا الخلاف ونجحت بالفعل في مهمتها حتى أنها جمعت وزيري دفاع البلدين على هامش مؤتمر شانجهاي بنسخة عام 2020 وكذلك جمع لفروب وزيري خارجية البلدين في العام الماضي واتفق الطرفان الهندي والصيني على نقاط أساسية تخص الحدود تؤكد أن هذا الصراع ليس في مصلحة أحد ويبدو أنها تحاول استنساخ هذا الاجتماع بالتزامن مع توترات حدودية عادت إلى السطح بين نيودلهي وبكين هذا الصراع إذن يتزامن مع وجود الأطراف الثلاثة في منتديين دوليين رئيسيين لهم طابع اقتصادي بحث أولهما مجموعة بريكس وهي مجموعة من القوى الرئيسية غير الغربية تضم البرازيل وروسيا والهند والصين وأيضا جنوب أفريقيا تأسست عام 2011 تعمل على تسجيع التعاون التجاري والسياسي والثقافي بين أعضائها الثلاثة الحاضرون إذن معا في منظمة شنجهاي للتعاون التي تأسست عام 2001 بهدف تعزيز الثقة والاستقرار في المناطق الحدودية بين الصين وروسيا وأيضا عدد من جمهوريات الاتحاد السوفيتي السابق انضمت إليها الهند عام 2017 تسعى إلى تعزيز سياسات ارتقال متبادلة وحسن الجوار بين الدول الأعضاء وأيضا التعاون في المجالات السياسية والتجارية والاقتصادية هذا اقتصاديا أما عسكريا لا يوجد تعاون عسكري مباشر يجمع بين الاطراف الثلاثة التعاون الثنائي يطغى على الثلاثة في هذا المجال بين الصين وروسيا اتفاق على تعزيز التعاون العسكري بين عامي 2021 وأيضا عشرين خمسة وعشرين ومنورات لا تنتهي وكذا دوريات مشتركة في بحر اليابان وهذه بالذات أثارت حفيظة توكيو كما تمارس روسيا بعض النفوذ في دورها كمورد مهم للأسلحة إلى الهند خاصة وأنها سلمت نيودالهي مقاتلات ميك تسعة وعشرين بدأت فعلا تسليمها منظومة اس أربعمائة التي اشترتها نيودالهي عام 2018 وأثارت بذلك حفيظة الولايات المتحدة التي تراقب والتقلق لكنها تتصرف سريعا وتؤسس تحالفاتها في آسيا التي تضم للمفارقة الهند في عضويتها إذن لمناقشة هذا الموضوع معنا كل من موسكو سيد أليكسندر كوزنيتسوف نائب مدير معهد التنبؤات السياسية وحل نزاعات من ولاية بنسلفينيا الأمريكية معنا الدكتور فواتيك وولف الأكاديمي المتخصص في دراسات الأمن في جامعة روتريغيز للعلوم السياسية كذلك سينضم إلينا لاحقا من نيودالهي السيد سانجاي كابور أو عفوا هو متوفر معنا الآن طبعا هو الكاتب والباحث السياسي السياسي أهلا بكم جميعا ضيوفي أبدأ مع الدكتور فواتيك أهلا بك معنا لو نفهم بداية أو كيف تنظر الولايات المتحدة لهذا الاجتماع الجيوسياسي بين الصين وروسيا والهند بين وزراء طبعا على صعيد وزراء الخارجية بالطبع هذه حالة معاقدة فإن واشدنا ليس لديها موقف واضح زاء ذلك ولكن المعلقين والخبراء السياسيين وهم مجال السياسات الخارجية قد أضلت بعدد من التعليقات المهمة بما أننا نقترب من الانتخابات النسفية في الولايات المتحدة فأن الصين ليست في وسط النقاشات السياسية في الولايات المتحدة فإن واشدنا قد تبقى صامتا بشأن هذا اللقاء ثانيا أنا باعتقاد أن هذا اللقاء قبل كل شيء لقاء لمناقشة الفرص الاقتصادية وأيضا لتخفيض بعد الخلافات المتوفرة بين الدول وهذا أيضا رد على مجموعة كواد والالتزامات الأمريكية في هذه المنطقة في جنوب شرقي آسيا ولكن بالنظر إلى الانتخابات النسفية فإن درج بايدن لم تؤكد على ما هي الاستراتيجية بشأن الصين بشكل واضح فإن هذه الإدارة أيضا كانت تكرر عددا من الخطوات السابقة من إدارة دونالد ترامب فلذلك أنا لا أعتقد أننا سوف نرى أي شيء متجاوز للإستراتيجيات السابقة في مجال هذه المنطقة طيب أنتقل يا سيد سنجاي سيد سنجاي الآن الولايات المتحدة تنظر إلى الهند على أنها حليف استراتيجي وبالتالي كيف نفهم هذا التقارب الهندي باتجاه الصين وأيضا روسيا أو عفوا نعم الصين وروسيا هل هذا يعني أنه هناك تخلي هندي عن الشريك الأمريكي واختيار تحالف آخر أم ماذا؟ شكرا لكم على الاستدافة لبرنامجكم وتقديم هذه الفرصة لتحدث وتعبير عن الأفكار فهل ليس للمرة الأولى والهند وروسيا والصين تنظم هذه اللقاءات بمشاركة الوزراء فنحن نتحدث عن المرة الرابع عشر والخامس عشر لمثل هذه اللقاءات فمن المفترض أن يتم هناك نقاش العلاقات المتعززة بين هذه الدولة ولكنني لا أرى تناقدا بشأن العلاقات بين الهند والولايات المتحدة فنصين لديها عدد من الخلفات المعاقدة والسعبة الحل مع الصين وكما أشارتم عليه سابقا كانت لدينا حوادث دامية في الشهر الماضي وفي الأجهر الماضية بين الجنود الصينيين والعسكريين الهنود فلذلك نحن نأخذ ذلك بالحسبان بالدفط إلى مشاركة الهند في عدد من المجموعات الغربية مثل مجموعة كوات فلدينا أيضا نزاع على الأراضي مع الجمهورية الثانية ونحن نحاول أن نقنع الطرف الثاني لتخالي عن احتلال بعض الأراضي الهندية ولكن بيجين ترفض هذه الخطوات اللازمة ففي هذه البيئة أنا لست متأكدا ما ستكون نتيجة هذا التقارب بين ثلاث دول أخذت بالحسبان هذه المشكلات المتوافرة في العلاقات بين نيودالهيو وبيجينغ وأيضا القمم الناجحة بين الهند والرئيس الأمريكي جوب بايدن فطبعا الصينيون يريدون إظهار موقعهم الجديد كدولة تدعى بأنها ستصبح دولة خارقة ودولة عظمة فأعتقد أننا يجب أن نوصل أن نتواصل بعض التوازن في العلاقات بين حلفائنا الأساسيين ولكن الوليات المتحدة أيضا تستثمر كثيرا في هذه المنطقة فإن الحقيقة تتمثل في أن الوليات المتحدة اليوم مضطرة إلى الوجود إلى تواجد في هذه المنطقة وأيضا بالقول أن العلاقات مع روسيا تتطور بشكل جيد إذا كنا نتحدث عن الهند لأن الرئيس بوتين يركز على تعزيز هذه العلاقات ومن الممكن أنه سوف يعلن في ديسمبر خلال زيارته القادمة إلى الهند ومن الممكن أن يتم توصل إلى عدد من استفقات استيراد السلاح من روسيا الرغم من العقوبات المفروضة من قبل الوليات المتحدة على روسيا ونحن قد نتوصل إلى المزيد من استفقات مع روسيا بشأن استيراد الأسلاحة الروسية فإن هذه الزيارة من قبل الرئيس بوتين سوف تلعب دور مهما وستكون له أهمية قسوة خاصة وأن الهند تحاول استخدام هذا التعاون مع موسكو لإيجاد نوع من التوازن أيضا في العلاقات مع الصين نعم سيد أليكساندر هذا الاجتماع على مستوى الوزراء بين الهند والصين وروسيا ألا يشي بأن روسيا تلعب دورا ربما دور الوسيط لحل الخلافات بين الصين والهند سيد أليكساندر يبدو أنك لم تسمع سؤالي سوف أعيده كنت أسألك عن إن كانت روسيا تلعب دور الوسيط من أجل تقريب وجهات النظر بين الهند والصين ولهذا السبب يأتي هذا الاجتماع على صعيد وزراء الخارجية وزراء خارجية البلدان الثلاثة أنا أقدر تقديرا عاليا أفاق هذا اللقاء القادم بين وزراء خارجية الصين والهند والروسيا لأن موسكو تحافظ على علاقات الشراكة مع كل من بيجينغ ونيو ديرهي وكما نعرف طبعا بين هاتين الدولتين الكبرئين والقوتين الاقتصاديتين والعسكرتين هناك عدد من التنقضات إن صح مثل هذا التعبير فيكمن الأمر في أن سياسات الحكومة الهندية خلال السنوات الأخيرة كانت تحتوي إعالة تقارب مع الوليات المتحدة وخاصة في إطار ما يسمى بمجموعة أو كتلة كوات المضدة للصين وهذا أمر واضح وبالتزام مع ذلك هناك كما تعرفون هناك خلافات بشأن الحدود بين هاتين الدولتين بين الصين والهند ومنذ سنتين أدى ذلك إلى اشتباكات في منطقة داكلام في المنطقة الحدودية غير أن موسكو تدعو إلى تعزيز علاقات الشراكة مع كلاه الدولتين وأيضا تدعو هاتين الدولتين إلى التقارب وتخفيف الخلافات تظن أنه خلال هذا اللقاء سوف يدور الحديث ليس فقط عن مكافحة جاعة كوفيد-19 ومواجهة الجاحة وأيضا مناقشة الأمور الأمنية في المنطقة الآسيوية وخاصة فيما يتعلق بأفغانستان والأوضاع في بحر سين الجنوبي ومنطقة المحيط الهادي والهندي خاصة وأن كل من روسيا والسين والهند تشاركان في نشاط منظمة شنهاي للتعاون فمن أهم الأهداف لنشاط هذه المنظمة هو توفير الأمن والحماية في منطقة آسيا الوسط ومنطقة المحيط الهندي والمحيط الهادي فبدون أي شك هنا في هذا السياق أعتقد أن دور الصين والهند في غاية الأهمية وأود أن أذكركم بأن وزير الخارجية الروسي السادق يوجيني بريماكوف في الماضي كان يدافع عن الفكرة التي تتمثل فيما يسمى بالآلية الثلاثية الأبعاد للتشاورات وتسوية الخلافات السياسية فهذه الآلية كانت تشمل كل من موسكو وبيجين ونيودالهي سيد أليكزندر المشهد معقد في كثير من الملفات هل هذا يعني أنه نحن أمام تحالفات جديدة وما الحسابات التي تغيرت هل نحن أمام صعود صيني وفرض هيمنة صينية أقوى من ذي قبل يكمن الأمر في أنه من المباكرة نتحدث عن الهيمانيتي الصينية في هذه المنطقة وفي العالم فإن الصين برغم أن هذه أولى الدول من حيث الاحتمال والقدرات الاقتصادية طبعا تؤثر في الاقتصاد العالمي وتتقدم ببرنابج الحزام والطريق هذا ما يسمى بمبادرة طريق الحرير فإن تأثير الاقتصاد للصين من الممكن أن يولد النفوذ السياسي على العمليات في الحلبة الدولية ولكنني لا أعتقد أن الصين تسعى إلى فرض هذه الهيمانة في المنطقة السيوية أو في المناطق والأقليم الأخرى هنا من المهم أن نطابع ما يسمى بالتوازن بين القوى الأساسية فإن موسكو قد تساعد على تخفيف المسائل المتركمة في العلاقات بين الصين واللعبين الأقليمين الغرين خاصة أن الهين كانت تمارس خلال وقت طويل ما يسمى بسياسة خمسة مبادئ فإن خمسة المبادئ كانت تشمل ما يسمى بعدم الانحياس يعني عدم الانحياس إلى أي كتلة عسكرية وخاصة التحالفات تحت زعامة الوليات المتحدة والدول الغربية فلذلك لا يسوب في مصلحة هذه الدول الثلاثة السباق الجديد للتسلح في المنطقة السيوية وضحت الفكرة أسأل الدكتور فوتك أين تقف الوليات المتحدة من احتمالية نشوء تقارب على مستوى إقليمي بين الهند والصين منذ قليل ذكرت أن الوليات المتحدة في حالة صمت هل ستبقى على هذا المنوال أم أنه لديها أخيارات أخرى في حال الهند يعني ابتعدت عن تحالفها مع الولايات المتحدة أعتقد بشكل معلن البيت الأبيض يحافظ على الأوراق فيما يخص العلاقات السياسية الخارجية لأن ذلك قد يؤثر في المزاج الداخلي في الولايات المتحدة فإنهم كانوا يتقدمون بالاستراتيجية في منطقة المحيط الهادي والهندي وأنا أقصد هذه المبادرات مجموعة تكووت بالإدافة إلى نشر المستشارين العسكريين في جزيرة تايوان فإن هذه التحركات في الخلف تشير إلى أن أمريكا تركز أو تعيد التركيز على الوجود في آسيا ولكنها تقوم بذلك في الصمت وبدون الكثير من الضوضاء فإن ذلك أيضا سوف يرتكز على حفاظ على العلاقات الاقتصادية وأيضا كما قال ضيفكم الكريم فإن هذا اللقاء القادم بين الدول الثلاثة سوف تتعلق قبل كل شيء بتخفيف الخلفات الموجودة وليس بشأن التعزيز أو إنشاء الكتلة المناحدة للدول الخربية وكما قال أحد الخبراء من الجيدة للأطراف أن تتفاوض لأن هذا يعني أن الأطراف لا تتحارب فلذلك أنا لست أعتقد أننا سوف نار تخييرا جذريا للأمر الواقع في هذه المنطقة بعد اللقاء سيد سانجاي دائما المصالح هي التي تحكم العلاقات بين الدول اليوم أين تكمن مصلحة الهند بشكل أوسع؟ هل مع الصين أم مع الولايات المتحدة؟ نحن يجب أن ننظر إلى شيئين المختلفين فإن الصين تريد تطبيع العلاقات مع الهند فهم يريدون استخدام الوجود العسكري وتأثير العسكري بالإدفع إلى الشراكة في عدد من الشريع بالرغم أن الهند تحضر تطبيق تيك توك كما تعرفون فنحن نحاول أن نعاقب الطرف الصيني بسبب هذه الخلافات وبسبب قتل الجنود العنوطة في الحوادث الأخيرة فبطبع هناك محاولة لتطبيع العلاقات بين العسكريين خاصة وأننا أيضا يجب أن ننظر إلى الأوداع في باكستان لأن الصين قد تلعب على التوترات بين الهند وباكستان ونحن يجب أن نحول دون نشوب التطرب في هذه الدولة أيضا في هذا السياق أظن أن أفغانستان أيضا موضوع مهم في هذه المفاوضات بين الهند والصين لأننا نحتاج إلى استقرار الأمور في هذه الدولة وهذا ما سيسبه في مصلحة كلاء العاصمتين إن الهند طبعا لا تهتم برفع نفوذ حركة طالبان بالإدفة إلى المسائل وسرعات المحلية مع باكستان في منطقة جامو وكشمير فهذا في الحقيقة يدعو للمزيد من التعاون وأيضا مع الدولة الصينية فهذه هي المسائل والقضايا التي تريد صين أن تتفوت بشأنها مع موسكو وبيجينغ فأنا أقصد أفغانستان وباكستان نعم أغلق النقاش في هذا الملف انتهى وقتنا أشكر كنت معي من نيودل هي السيد سانجاي كابور الكاتب والبحث السياسي من موسكو كان معنا السيد أليكزندر كوزينتسوف نائب مدير معهد التنبؤات السياسية وحل النزاعات كذلك كان معنا من ولاية بنسلفانيا الأمريكية الدكتور فواتيك وولف الأكاديمي المتخصص في دراسات الأمن في جامعة روترغاز للعلوم السياسية شكرا جزيلا لكم جميعا ضيوفي